رغم تجاوزه الثلاثين عاماً بقي مطلوباً في المستوى العالمي وتحديداً من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث عن النجم المغربي المتألق أيوب الكعبي الذي يعيش أفضل أيامه الكروية والبريمر ليغ يفتح أبوابه في انتظاره مستويات غير عادية ظهر عليها النجم المغربي أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني على مدار الفترة الماضية مقدماً أداءاً خارقاً ومؤكداً أنه أحد أفضل المهاجمين في القارة الأوروبية تألق أيوب الكعبي رفع أسهمه بشكل كبير خلال الفترة الماضية ما جعله قريباً من الانتقال إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الرحيل عن أولمبياكوس عقد النجم المغربي صاحب الثلاثين عاماً ينتهي مع نادي أولمبياكوس اليوناني بنهاية الموسم الحالي ما يجعله لاعباً حراً يمكنه الانتقال بالمجان إلى أي فريق يريد وفي الوقت الحالي أبدى العديد من الأندية لاهتمام بضمه النجم المغربي أصبح مطلوباً من جانب العديد من الأندية العربية والأوروبية خلال الفترة الحالية وسيكون أحد أبرز الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصاً وأنه يقترب من الذهاب إلى لبريمر ليغ إبسويتشتاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز والذي نفس بقوتين على لقب دوري الدرجات الأولى في انجلترا يسعى للتعاقد مع أيوب الكعبي في إطار سعيه لتدعيم صفوفه لضمان البقاء في لبريمر ليغ وعاد نادي إبسويتشتاون إلى لبريمر ليغ من جديد بعدما نجح في إنهاء الموسم في وصافتي للشامبيونشيب بفارق نقطة وحيدة خلف نادي الليستر سيتي الذي توج باللقب وعاد كذلك لبريمر ليغ النجم العائد للمنتخب المغربي لم يصبح فقط على رأس المطلوبين في إبسويتشتاون لكنه كذلك مطلوب في الدوري السعودي وتحديداً من جانب فريقين يتسابقان لضمه في الصيف المقبل الشباب السعودي أول المطالبين بضم أيوب الكعبي بينما دخل أهلي جدة في سباق التعاقد مع النجم المغربي في المركات المقبل سعياً لتدعيم الصفوف والمنافسة على اللقب المحلي في الموسم المقبل أيوب الكعبي لن يحسم مستقبله ولن يتخذ أي خطوة بشأن المركات المقبل إلا بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبل في شهر يونيو والتي من المتوقع أن يشارك فيها مع المنتخب المغربي في مواجهتي زامبيا والكونغو في تصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 الموسم الحالي دون أدنى شك هو الأفضل على الإطلاق في مسيرة النجم المغربي أيوب الكعبي والذي قدم مستويات غير عادية في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه اليوناني بالموسم الحالي 47 مباراة هي رصيد أيوب الكعبي في الموسم الحالي مع ناديه اليوناني سجل خلال هذه المباريات 32 هدفان وقدم تمريرتين حاسمتين لرفاقه في مختلف المسابقات محلياً وقارياً ما قدمه أيوب الكعبي في الموسم الحالي وصل به لاحتلال صدارة ترتيب هدفي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد عشرة أهداف وهي البطولة التي شارك فيها خلال ثماني مباريات